يعني أستاذ ياسيب ما أعرف أنا حقيقة الأمر أستوين كانت هذه أريد أن تكون أستاذ ياسيب كتل سياسية، تدخلاته، تصافاته في كل كتلة سياسية، الشيئية، كردية، كلها نحن عندها اتجاهات عدمي ولا تحاولوا بضع من الحكومة العراقين يتجاه تصرفات الفردية الغير محسوة وغير مكبولة بس هذا سيدي الفاضل، يبقى اسمح الأستاذ ياسيب تسمح للدكتورنا عزيز هذا ما يمنح أن رئيس الوزراء يكون بواجبة اليوم عندنا شهداء، عندنا احتجاء سافر، عندنا تدخل مستهتر من دولة أوردهان على الشعب العراقي على أرض العراق، جمع أريقه، جرحوا يحل سبطة وليوم، منافق تقصر جنود أكراك آلاف مهلفة موجودة في العراق عشرات القواعد العسكرية التركية موجودة طائرات تصون وتجون داخل الأجوال العراقية واليوم عندنا هذه المصيبة وتبقيني أستاذ ياسيب، تبقيني اللغة الفارسية ؟؟؟aji لا لا إ 제 س على كيفك؟ على كيفك؟ اسمع؟ بلش اسمع وابعدين رڭ أستاذ عباس أستاذ عباس أستاذ عباس أستاذ أنا أسأل منه ضعف رئيس الحكومة منه ضعف طيب طيب خليكمل فكرته أكمل فكرتك أستاذ عباس معززا مكرم أكمل فكرتك نازلنا في إطار الجدل وجادلهم بالتي أحسن أحسننا مصيبة عدنا مشكلة عدنا دولة الإخلامية فراحة الأمر كلنا يغني على ليلا اليوم هذا التدخل يوم تدخل تركي وعندنا مشكلة تفية وعندنا شهداء عراقيين يا أخص معراقي ما أقلق معراقي وعندنا جاحح والمجبعين جدنا على نوز العراقية ما دورنا ما ردنا ما الخطوات التي يمكن أن يأتخذها ما المطلوب من رئيس الوزراء ما المطلوب من رئيس الكمهورية رئيس المرلوان شو للميانة يمكن يصدره قالوا أنت ودكتور اسفل راح يسوي تجي آل يا راح مشكلة ولا تقول النغة الفارسية قالت الخبراء قالت الناشطين لا 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 هو استدرك لا سمحت لي استاذ عباس استدرك بمسألة استدرك بمسألة أنا سألتك من هو السبب أو من السبب الرئيس في ضعف الخطاب الحكومي العراقي تجاه الفعل المعادي على العراق كنت تتكلم وجاء استدرك من استاذ ياسين قال الذين يريدون قطع عذني رئيس الوزراء ذات يوم خصفوا منزله بالصواريخ خصفوا منزله بالصواريخ يقول هؤلاء من أضعفوا هؤلاء اللي أضعفوا هكذا يفكر ياسين عزيز أنت كيف تفكر سبب السياسة ضعيف سبب سبب أنه قرار السياسة ضعيف إيه مودة يقول لك السبب حبيبنا حبيبنا استاذ عباس إيه منه السبب شخص لي حتى أسقط على العل حتى أعرف آني اليوم كعراقي آني مأمن واحدة من هذه الأسباب والأفتال المسمومة اللي يشوفها يعني دائما بالإعلام يعني اليوم بدأ مشكلة من جارة أو دولة أخرى تشوف الإعلامين والفجل السياسية اللي تشوفوا من المضل من هذه الدولة تسخر كل إعلامهم وتحاول تحارف الإعلام بتجاه هذه الدولة ودأ الدولة الأخرى أو الجهات السياسية اللي تعتمد على الدولة أخرى تشوفها تضادع بطريقة أخرى اليوم هنا القصف التركي رح تشوف شوكوا واحد قريب من تركيا شوكوا كنت سياسية قريب من الجانب التركي شوكوا رئيس وزير حين كان حتى خطابه رح تشوفه خطابه مخجد رح يقجل المصدحة الحزبية ومصدحة تركيا على مصدحة الهراء حتى وين كان هراءك شهداء من الوضع حتى وقفنا هراءك شرحة